اشتركوا في القناة تقدم بخالص التعازي في ضحايا حادث اطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقطة دعين الله عز وجل ان يتغمد برحمته ضحايا الحادث الاليم وان يمن بالشفاء العاجل على المصابين كما جدد الرئيس السيسي ادانة مصر لهذا الحادث الارهابي الاثم والتضامن الكامل مع سلطانة عمان في هذا الظرف وفي اطار الجهود المستمرة لمكافحة الارهاب والتطرف من جانبه ثمن السلطان هيسن بن طارق مواقف مصر الداعمة للسلطنة مشددا على قوة وعمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطانة عمان وشعبهما الشقيقين وحرص بلاده على مواصل الترسيخ التعاون الصنائي المتميز بين الدولتين في مختلف المجالات غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم مطار القاهرة الدولية متوجها إلى العاصمة أقرى بدولة غانا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنصيقي للاتحاد الافراقي غدا وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الافراقي للتنمية النيباد ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غدا ضمن فعاليات الاجتماع كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الافراقي للتنمية النيباد في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063 بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثل المنظمات الافراقية كما من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي على هامش زيارته إلى غانا لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين لبحث الملفات ذات الصلة بتطوير الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الافراقية أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة لتحقيق الدقة في توفير المعلومات والسرعة إيصال المعلومة لمتخز القرار وتطبيق مبادئ الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري وزيادة أدوات الرقابة على المشروعات أثناء تنفيذها جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس التصديري ورئيس لجنة تصميم بتحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة المهندس هشام العسوي لمناقشة مقترحات الاستفادة من التقنيات الحديثة للتصوير الجوي في متابعة منظومة الموارد المائية والري وعشار وزير الري إلى أهمية التصوير الجوي بالتكامل مع المتابعة على الأرض من مسؤول الوزارة في رصد التعديات التي تحدث على المجاري المائية وأملاك الري مثل عمل فتحات ري مخالفة أو التعدي على حرم النهر بشكل فوري من خلال مقارنة صور قبل وبعد التعدي مما يمكن أجهزة الوزارة من رصد التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها قبل تفاكمها التقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع وفد من مجموعة شركات بيئة الإمراضية الرائدة في مجال الاستدامة والحلول البيئية والتحول الرقمية لبحث فرص التعاون الواعدة للاستثمار في مجال إدارة المخلفات ومنها تحويل المخلفات للطاقة وإدارة المخلفات الطبية والزراعية وأكدت وزيرة البيئة الفرص الواعدة للتعاون بين مصر والإمارات الشقيقة في العديد من المجالات ومنها الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى فرص واعدة أخرى في مجالات قد تبدو غير جاذبة للتمويل البنكي لكنها ستحقق تأثير كبير في المنطقة ومع اتجاه الدول لربط المناخ بالاستثمار لتحقيق التزامتها المناخية تزداد أهمية الفرص الاستثمارية في مجالات التخفيف مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه بالتوازي مع سعي الدول النامية لتحقيق التكيف فكة أولوية يحل فريق فاركو ضيفا في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاذ جهاز الرياضة على فريق طلقاء الجيش وذلك ضمن الجولة الحادية والثلاثين من عمر مصابقة الدوري المصري الممتاز ويلتقي فريق بلدية المحلة في التاسع مساء اليوم نظيره فريق سيراميكا على استاذ عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ويواجه فريق البنك الأهلي في التاسع مساء اليوم فريق الاتحاد السكندري على استاذ القاهرة الدولية اشتركوا في القناة